بسم الله الرحمن الرحيم أفواني سوف أتكلم اليوم عن نبات الشمندر الأحمر ويسمى البنجر هذا النبات الحقيقة منجم من الفوائل سواء في الأوراق أو في الثمرة ولكن المتداول هو الثمار وطعمها نذيذ جدا سواء أكلت نية أو سلقة ولاحظوا يا أخوان عندما تسلق هذه الثمرة فهي تصبغ اليد وأي مكان في الجسم تصبغه مجرد الوصول إليه فتتبعت هذا اللون في البحوث فوجدت أن هذه الثمرة تكاد تكون متخصصة في علاج أمراض الدم وطالما أنها تعالج أمراض الدم فهي تعالج أغلب مشاكل الجسم لأن الدم يعبر في كل مناطق الجسم ومنها المراكز النبيلة القلب القلب الدماغ إذن هي تدخل القلب وتساعد على تقوية أعضلة القلب وتنظيم الضغط وجريان الدم وتساعد في تنمية الدماغ أقصد هنا مراكز الدماغ سواء السمعية أو البصرية أو غيرها فيتنشط مراكز الدماغ كافة تدخل في تنشيط الكبد فتعمل على خفض السكر وحرق الدهون في الكبد صحيح أن هذه الثمرة حلوة ولكن عندما تنشط الكبد تحرق السكريات ودعوني يا أخوان هنا أن أضع بعض الخلطات من هذه الثمرة الفائدة لمريض سرطان الدم نقوم بخلط البنجر مع اللفت مع الجزر الأسود مع الزبيب الأسود مع التفاح وأن وجد القريس الأقضر يضاق معه وإن لم يوجد يضع من بذار القريس حسب الكمية التي نضعها في الخلاط ممكن ملعقة ممكن ملعقتين ونضع ثلاث إلى أربع ملعقة عسل ونقوم بوضع الماء ثم نضرب بالخلاط ويشرب مريض سرطان الدم كوب قبل الفطار بساعة وكوب قبل العشاء بساعة لمدة شهرين بإذن الله سوف ينقى دمه تماما من كل الخلايا الدخيلة أو الخلايا التي خرجت عن مساراء طبعا هناك يعني لابد من إدخال بعض المواد الأخرى لكن هذا أساس العلاج لسرطان الدم في مسألة فقرة الدم نفس الخلطة أيضا تعطى بس بدون بدار القرس وممكن تقليل العسل نفس الخلطة لمن معه فقر الدم بإذن الله وحتى يعني الزمن أقل يعني خمستعاش يوم يذهب فقر الدم منه إن شاء الله تعالى لنظارة البشرة وتصفية البشرة تماما من التجاعيد والنمش والكلف وجعلها وردية تماما نفس الخلطة لمدة شهر أيضا الجرعة كوب أو كوبين باليوم بإذن الله تعالى سوف ينظف الدم تماما وتغير لون البشرة وتزال كل المشاكل التي ذكرتها من تجاعيد وتحت العيون السواد التي تحت العيون وغيرها من مشاكل البشرة أيضا المرأة الحامل أنصحها أن تأخذ باليوم حبة تأكلها فهي تزيل عنها فقر الدم لأنه في الغالب النساء الحوامل يصيبهم فقر دم فهي إن حافظت على أكل الثمر بشكل يومي بإذن الله تعالى لن يصيبها فقر دم وسيساعد الأطفال ويساعد الجنين كثيرا على أن يعيش بصحة جيدة تقريبا يعني هذا أغلب ما أعرف عن البنجر بإذن الله تعالى سيستفيد الكثير منه وخاصة أن هذا الفصل هو فصل الشمندر واللفت وهذه المواد أسأل الله أن يشفي كل مريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته